اشتركوا في القناة الركن الثاني الإيمان بالملائكة وهذا الركن الذي يذكر ثانيا في النصوص وهذا العالم عالم الملائكة عالم غيبي لم نشاهده وليس له نظير فوجب فيه الوقوف عند الخبر خبر الله وخبر نبيه صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه فيتلقى هذا الباب باب الإيمان بالملائكة عن الأخبار فهو باب لا يتجاوز فيه القرآن والحديث وهكذا يعني هذا أصل باب الاعتقاد جميع بواب الاعتقاد على هذا الذي يجب على كل مؤمن حتى يكون مؤمنا أن يحقق هذا القدر من الإيمان بالملائكة وهو أن يؤمن يصدق تصديقا جازما بوجود الملائكة وأنهم خلق من خلق الله تبارك وتعالى مكرمون مطهرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأنهم عبيد لله لا حق لهم في العبادة ولا تصرف لهم في الكون فهم عبيد لله ليسوا معبودين يقول الله جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بل سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن اغتضى وهم من خشيته مشفقون ويقول جل وعلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ومن الإيمان بالملائكة الإيمان التفصيلي الإيمان بما أعلمنا الله جل وعلا من أسمائهم في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والذين علمنا أسمائهم في الكتاب وصحيح السنة جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار وهاروت وماروت ومنكر ونكر هؤلاء الذين صح الخبروا في إثبات أسمائهم من لم نعلم اسمه منهم وهم كثر جدا لا يعلموا عددهم إلا الله جل وعلا نؤمن بهم إجمالا ومن الإيمان بالملائكة الإيمان بما علمنا من صفاتهم فقد أعلمنا الله عز وجل عن صفاتهم عموما وعن صفات بعضهم خصوصا كعظم خلقهم وقوتهم وهذا في جميع الملائكة قال الله عز وجل علمه شديد القوى في جبريل عليه الصلاة والسلام وسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه بالأفق المبين فقال صلى الله عليه وسلم إنما هو جبريل لم أره في صورته التي خلقه الله غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض انظر إلى عظم هذا الخلق وأيضا في حديث آخر أنه رآه صلى الله عليه وسلم وله ستمائة جناح سد الأفق ومن صفاتهم التي أخبرنا الله جل وعلا أنهم مخلوقون من نور قال صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم ومن صفاتهم أنهم لهم أجنحة قال الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وربا ومنها أنهم لا يأكلون ولا يشربون وهذا ظاهر في ما حكى الله عز وجل عن ضيف إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن الإيمان بملائكة الله تبارك وتعالى الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله جل وعلا وهي كثيرة جدا حتى صنف العلماء أفردوا هذه الأعمال بمصنفات بلغت بلغ بعضها مجلدا وكلها قائمة على الخبر عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت لما روي في هذا الباب من موضوعات ومن إسرائيليات ونحو ذلك من أعمالهم التي يقومون بها مما يتعلق ببني آدم حفظ أعمال بني آدم قال الله عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين ومنها قبض أرواح بني آدم قال الله جل وعلا قل ليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ومنها فتنة بني آدم في قبوره قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرعن عالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل قال صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله ولهم أعمال كثيرة بأمر الله وما منا إلا له مقام معلوم أعمال أمرهم الله بها تتعلق بالكون تتعلق بالمخلوقات تتعلق ببني آدم وهذا باب واسع يرجع فيه إلى النصوص الصحيحة كما تقدم ومن الإمام بالملائكة تبرئتهم مما ادعاه المشركون فيهم فقد ادعوا فيهم أنهم بناتوا الله ورياذ بالله تنزه وتقدس عن ذلك أو أنهم يشفعون عند الله بغير إذن أو أنهم يشفعون لمن أشرك بالله وهذا هذه الأمور رد الله عز وجل عليها وأبطلها تقدم معناه قول الله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ويقول أيضا جل وعلا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتبوا شهادتهم ويسألون وقال جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فالملائكة وجميع عباد الله تبارك وتعالى مربوبون مخلوقون مدبرون مملوكون لله جل وعلا لا حق لهم لا في العبادة لا حق لهم في الألوهية ولا حق لهم في الربوبية في تصريف الكون أو الإحياء أو الماتة أو نحو ذلك ولا يشفعون يوم القيامة حتى يأذن الله ولا يشفعون يوم القيامة إلا في من رضيه الله بأن كان موحدا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ممن رضي الله قوله وعمله وقد تقدم بيان شروط الشفاعة في مجالس سبقت فهذا الباب باب الإمام بالملائكة يرجع فيه للنصوص وهو باب واسع لكن يكفي المسلم أن يعلم أصول هذا الباب والأمثلة كثيرة يراجعها في المصنفات أو من أحسنها ما ألفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل في كتابه عن الملائكة وأيضا الشيخ عمر الأشقر في كتابه عن الملائكة أيضا فيرجع إلى هذين الكتابين فهما قد اعتمد على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والكتاب الأول أحسن من الثاني نسأل الله العظيم بأسماء الحسن وصفات العلاء أن يمن علينا بالإيمان المحقق والتوحيد الخالص إنه ولي ذلك والقدر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر